السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوذ بالله العظيم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ربنا والصلاة والسلام على أشرح المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وأصحاب الأجمعين ومن تبعهم بإحسانا إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما أعلمنا إنك أنت العليم الحكيم الله أعلمنا ما ينفعنا ونفعنا وزدنا من فضلك وكرمك علم كيف حال الشباب طيبون حسب ما كتب زميلك وحنا وصلنا عند هذا السلايد رقم 22 رح نبدأ من عنده اللهم صلى على سبيل في حد عنده أي سؤال قولنا يا شباب يعني ممكن تكتبه قلنا بدأنا الكلام على حكينا شوية عنه بعدين حكينا على بعدين حكينا على نحكي على نظام الرئيسي حكينا في نظام الرئيسي بيكون حكي إذاً بسير له بسير له بيفسفوليشن بيفسفوليشن بيضاً بسير له هورمون أليستيريك تمام؟ كمان في عنده الهورمونات الهدور أليستيريك يعني في فاكتر أخرى بتيجي على الأليستيريك سايت متعمل من خفض مستوى السكر مين اللي يوفرز يا شباب مثل ما كلكم عارفين يوفرز من الألفا سيل في البنكرياس أكتنغ ثرو وط الكاسكيد ميمبران ميكانيز من هيترا خلال جي بروتين لات سايكليز أوكي كاسكيد ميكانيز بتعمل definization layer أيش اسمه اسمه فاكتنغ ثرو كاسكيد أعنى للمرة الماضية يعني السايكلي كامبي بتحفز لبرو في كاينيز هو sellahaha والبانيز وهذا هو اللي بروح عالمين على صاحبنا اللي هو وبيحوله الى اللي هو متالبي بيبدأ عملية أيش تكسير الجلوكوز وفراز تكسير الجلايكوجين وفراز الجلوكوز من خلايا الكبد إلى الجسم كله مش أهمية نقل ثلاثة جلوكوز في تكسير التفرعات مش قصة أهمية ثلاثة أبني هو الإنزام ما يعني الاكتيفيتة وفذي إنزام بتوقف هون حتى يسمح للإنزام الثاني هو اللي يشتغل يعني بس فقط لا غير بلضي جلوكوز ديفلز باك تو نورمال جلوكوز انترز دي هبات وصايت برجع مرة ثانية ناوين شايفين إذن الجلوكوز نفسه لما بيرتبع تركيزه في الدم برجع بدخل خلايا الكبد زي مثل مثل أي خلايا ثانية وروح بيرتبط وين على الالستيريك سايت وبعمل إنه يبشر نامين الفوسفروليز اللي هو الجلايكوجين فوسفروليز واضح؟ إن شاء الله رب العالمين هو نفسه إذن ذكرت المعلومة قبل شوي أنا إشي أنه الجلوكوز إذا ارتفع نروح بيرتبط على الالستيريك سايت وبعمل إنهيبشن إذن هو هيعمل سنسينج لامين لليلجلوكوز جلوكوز باينيكت وير الليستيريك سايت زي ما حكيتها الفوسفروليز إيه الفوسفروليز إيه اللي بنحكي على لقلق لأيكوجين فوسفروليز أوكي اللي هو بيكسل لقلق لأيكوجين إيزوزيم أوفذيفر شو بصير فيه طبعا كونفورميشنال تشينج زي ما بنعرف شو لي بصير شوف الصورة هون يا شباب الاكتف فورمي اللي هو الفوسفروليز وكأنه مستوازي مستطيلات شوف كيف كأنه الفوسفيت اشمل هم الإكتف سايتز مخبيين في الداخل لما بييجي صاحبنا لقلقب بيرتبط على الاكتف سايتز هنا وهنا زي ما انتو شايفين هنا بعمل كونفورميشنال تشينج هذا الكونفورميشنال تشينج بغير في شكل اللي صار مستطيل زي ما احنا شايفين طو كلوكوز موليكلز إنه عنده 2 صبيونتز هنا، أوكي؟ فبصير الفوسفات بره إيش ما لها؟ الأكتب سايت، خلص مكشوفة، بيجي بيشتغل عليها مين؟ الفوسفاتيز إنزايم 1، اللي هوتا الفوسفو، الفوسفروليز A، الفوسفاتيز 1، وبيعمل إيش؟ دي فوسفروليشن، بيضيف الأواتش والأواتش، أوكي؟ فبصير الإنزايم زي ما أنت شايف إيش بالإن أكتب 4، واضح؟ إذن هو حساس تأقلوكوز، الفوسفروليز، فوسفروليز A، فوسفاتيز 1، الفوسفروليز A، لمين؟ لا الفوسفروليز B، اللي هو الإن أكتب 4، شارب ليردوسين دي اكتبتو فوسفروليز، وان سلوين واضح، توقف أو بيقلل تكسير لجلايكوجين، لمين؟ وجود تركيز عالي من صاحبنا وحبيبنا، مين هو؟ لغلوكوز، أوكي؟ الإنسولين، أيضاً يعمل الإنسولين، أيضاً يعمل الإنسولين للإنسولين، من خلاله، أيضاً بيشتغل عالمين يا شباب، عالفوسفروليز A، فوسفاتيز 1، عمله استيميوليشن، فهذا بروح بعمل إش دي فوسفروليشن لمن؟ لا، لفوسفروليز A، اللي هو الجلايكوجين فوسفروليز A، فبوقف عملية إيش، أو ببطع عملية إش، الجلايكوجين، الـ Control of Glycogen Synthesis، عنا حالاً بنكمل يعني الإنسولين، الإنسولين أيضاً تتذكروا حكينا في البياسيجنان، إلو إيش، سيجنالينك باثوي، صح؟ سرحناً رجعنا ندخل بالسيجنالينك باثوي، ولكن من خلالها شو بيعمل حكينا ده متذكرين، أو هلأ بنحكيها، في إنسولين، هلأ بتعرفوا أنتو، معنى ذلك الخلايا، مشمالها بتحتاج للإنسولين برطبط R receptor، بيعمل مجموعة أمور منها، بيفتح البوابات، أوكي، لدخولها، مين؟ خلايا العضلات، هذا مثلاً في خلايا العضلات، أوكي يا شباب، أوكي، بيفتح البوابات، تتذكروا، بتقول البوابات مخزنة، بتجي بتنتقل، بتفتح بعدين على السطح، حضر كل الكلام شرحنا، فالـ Glut4 بتدخل الجلوكوز إلى الداخل، لما بدخل الجلوكوز إلى الداخل، شو بيعمل كمان الإنسولين؟ الإنسولين stimulates glycolysis من خلال مين يا شباب؟ بيعمل stimulation من الهيكسوكينيز، بيبدأ الهيكسوكينيز، هايه زي ما تشاهد ايش يعمل؟ يحول الجلوكوز إلى glucose 6-phosphate، طبعا الجلوكوز 6-phosphate زي ما ذكرنا المرة الماضية، السنتيسز، عن طريق الموتاز بتحول الجلوكوز، وان الفوسفات، بعدين عن طريق الـ UDB، أوكي، البايروفوسفاريليز، اشماله؟ بيبدأ يحول الـ UDB-Glucose، والـ UDB-Glucose هو اللي بستخدمها في صنيع الـ Glycogen إذاً، شو بيعمل الشغلة الثالثة صاحب للإنسولين؟ أيضاً بيعمل من الـ Glycogen Synthase، إذاً بيعمل ثلاث شغلات للإنسولين، اوكي يا شباب، بحول الـ Glycogen 6-phosphate، وذكرنا عنها كثير هذا الكلام، الـ Glycogen Synthase makes Glycogen for Energy Storage، واضح؟ إذاً ثلاث أشياء بعملها، يفتح البوابات، يحفز الـ Hexokinase، ويحفز مين كمان؟ Glycogen Synthase، هذا شغل مستر إنسولين، Glycogen Synthase is controlled by، لاحظ، حكينا Phosphorylation D-Phosphorylation، قبل شوية حكينا المعلومة، مضبوطة يا طيبين، وإذاً بيعمل إيش؟ Phosphorylation D-Phosphorylation، هو موجود بـ Two Forms، Glycogen Synthase، الـ Active Form هو Glycogen Synthase A، Glycogen Synthase A، هو الـ Active Form، وهنا لاحظ الـ Active Form is what? D-Phosphorylated، وهذا كلام منطقي، إيش D-Phosphorylated؟ قبل شوية كنا بنحكي على Glycogen Phosphorylated، صح؟ مين الـ Active منه؟ Glycogen Phosphorylated، الإيه برضو، بس شو كان Phosphorylated؟ على الـ Synthase والـ Phosphorylated، شو بيعملوا بعكس بعض؟ فأكيد لازم يكون كمان إيش؟ regulation تمامهم معكوسة، أنه بيشتغلوا بعكس بعض تماماً، فإذا كان Glycogen Phosphorylated A-Form هو الـ Active، اللي هو إيش؟ Phosphorylated، فالـ Glycogen Synthase لا، Glycogen Synthase B، اللي هو الـ Inactive، اللي هو الـ Phosphorylated Form Form B، الـ HOTEL الـ Active هذا والـ Inactive، شو رح يقول له؟ الـ Inactive، اللي هو الـ Phosphorylated is Inactive unless it's Allosteric Activator اللي هو مين الـ Allosteric Activator طبعه؟ Glycose 6 Phosphate as a present إذا موجود Glycose 6 Phosphate رح يرتبط معه على الـ Allosteric Site، ويحاولوا ليش ويحفزه ونشطه، تمام يا شباب؟ قليك معي، عملية تحويله تعمله Phosphorylation وتحويله من Active إلى Inactive، تمام؟ بما أنه في Phosphorylation لأنه في كاينيز، شو اسم الكاينيز اللي هونا؟ الكاينيز اللي هونا يا شباب اسمه هايو Glycogen Kinease و Glycogen Synthase Kinease 3 GSK3 اللي هو هنا، تمام؟ هذا الإنزيم لما تعمله تنشيط أوكي يا شباب أوكي، لما تعمله تنشيط للإنزام GSK3 بروح بعمل Phosphorylation لمين؟ لGlycogen Synthase وبيحولوا إلى مين؟ إلى Glycogen Synthase B لول Inactive Form إذن عشان أنا أخلي Glycogen Synthase Active شو لازم أعمل؟ لازم أعمل عملية Phosphorylation يعني بأثر على هذا الإنزيم وبعمله إيش؟ Inhibition من يشتغل هذا الشغل؟ الإنسولين طبعاً إله كسكيد كامل الإنسولين بيجي على جلوكوز يعفوا لGlycogen Synthase Kinease 3 وبعمله إنهيبشن فبيوقف إيش؟ عملية Phosphorylation هاي العملية طبعاً الفosphorylation بتحتاج كمان لأنزيم آخر اسمه CK2 ما راح أدخل بالتفاصيل الآن بما إنه مش شرحين لك عليه في هذا السلايد فمش راح تدخل فيه أوكي يا شباب؟ واضح؟ أنتظر بأن الفosphorylation تحتاج كمان لك على جلوكوز المعلومات قبل شوية بعكس جلوكوز جلوكوز واضح يا طيبين؟ إذا الإنسولين كيف يعمل؟ عملية تأثر على جلوكوز جلوكوز من خلال تأثيره عالمين على جلوكوز 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 واضح يا حلوين؟ إن شاء الله رب العالمين هاي الكلام هنا شوف الكسكيد تبعه الإنسولين جلوكوز كيف يعمل؟ طبعاً حضراتكو والمفروض كلكو عارفين الإنسولين برتبط على التيروسين كاينيز ريسبتور يبدأ ينشط مجموعة من التفاعلات كاينيزز بلا 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 الاخري المهم، رح نوصل لمرحلة النشط بروتين إيش اسمه بروتين كاينيز بي؟ تذكروا اللي قلوكوز بروتين كاينيز ايه هنا؟ في عندي جلوكوز كاينيز ايش ماله هذا؟ بي هذا اللي بروتين كايينيز بي شو میعمل؟ بيجعل جي اس كي ثري اللي هو الفوسفراليتد فورم kay Caleb ايش؟ اللي هو هاكتف فورم اللي هو heißt الى اكتف فورم بعمل له فوسفراليتد مثال بتحول جي اس كي ثري على إيش؟ على إن ااكتف اذن الجي اس كي ثري كبان إلو شكلين شكل إن شكل deep شكل active الاكتف اللي هو بكون debe guten كمام؟ كما بنعمله فوسفراليتد؟ بنوقفه مين بيعملوا فوسفراليش البروتين كاينيز بي مين بنشط البروتين كاينيز بلا 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 الاخيري الانسولين واضح الكسكيد اوف دي انسولين من خلاله زي ما انتشاف البي اي بي ثري والبي اي بي تول اللي هما السكند مسنجرز اثروا على بروتين الاخيري واضح يا طيبين هلأ مش مطلوب نعرف غير البروتين كاينيز بي منك و جي اس كي ثري بس هده اللي بديك تعرفهم اقرأ لي المكتوب واحد واثنين وثلاث بس لما تحفظ اختصارات بي دي وبيش لا ما بديها لانه المفروض هذا اخذناه ويش يا شباب بالبيو سيجنالينج الكلام وبرضو هناك ما اطلبنا منك تحفظ الكسكيد واضح يا طيبين الانسولين بيعمل اكتيفيشن للجليكوجين سينثيز عن طريق ايش ابقاؤه ايش كيف تخليه ديفوسفوراليتد بتوقف الانزام اللي بيعمله فوسفورلاGo مين هو اللي بعمله فوسفوراليتد شو جي اس كي ثري كيف تعمله الانهبشن عن طريق ايش تعمل له فوسفوراليتد مين بيعمله فوسفوراليتد بروتين كايينيز بي بلا بلا بلاuated سيرز من التفاعلات اللي أصلها من مستر منسولين بايه خلصنا هذا الكلام هلأ ما تخاف من الصورة الصورة هاي انت حافظها هذه الصورة حافظها نبدأ شوف إذا ارتفع عندك مستوى السكر في الدم شو يصير في عندك في خلايا إيش هذا؟ في الكبد هلا بنحكي هنا أوكي يا شباب أولاً بتفتح مين الغلوتو البوابات الموجودة على خلايا الكبد الغلوتو شو ما لا؟ رح تدخل الغلوكوز للسايد في رح يرتفع تركيز الغلوكوز داخل الخلايا الكبد شو رح تقلق لما يرتفع الغلوكوز على طول مين بيتنشط حكينا الغلوكوليسز طبعاً عطور رح يتحول لمن لجلوكوز 6 فوسفيت زي ما انتم عارفين من عند جلوكوز 6 فوسفيت بننطلق جيسك أوكي جلوكوز 6 فوسفيت صح؟ من عنده بتنطلق الخلية بتشغل لجلوكوليسز وفي نفس الوقت إيش بتسغل مين؟ لانه في عندك إكسترا تمام؟ ما يشغل الشغل الثاني لما يزيد مستوى لجلوكوز في الدم مين بيشتغل؟ مستر إنسولين برتفع تركيز الإنسولين الإنسولين رح يسوي ثلاث شغلات أول شغلة انسولين هو هكسوكاينيز 2 اللي هما اللي هو عضف العضلات كوا أربعة هون المهم هكسوكاينيز اللي هو تلك لجلوكوكاينيز بغض النظر عند اثنين المكتوبة انسولين هو لجلوكوكاينيز يا شباب أوكي؟ في خلايا الكبد أنا بحكي الآن هنا تمام؟ وبالBFK ون البيروفيت كاينيز اللي هما تبعين مين هدوه يا شباب؟ اللي هما الـ rate-limiting steps لمن لليجليكوليس فبنشط لليجليكوليس الشغلة الثانية انو ايش؟ الكسكاينيز اللي شرحتم قبل شوي بنشط مين لبروتين كاينيز بي لبروتين كاينيز بي ايش بيعمل؟ تثبيت لليجليكوجين سنتيز كاينيز 3 اللي بي ايش مالو بيعمل هذا؟ ما بيعمل بيضل لليجليكوجين سنتيز ايش مالو بيأكتلب لأنه ما رح يصيلي له فوسفوريشن الشغلة الثالثة هذا بروتين خاص شو بيعمل هذا الطريقة الثانية انه بنشط مين يا شباب الفوسفوروليز ايه فوسفاتيز ايش بيعمل هذا حكينا هذا بيعمل دي فوسفوروليش اللي مين للجلايكوجين الفوسفوروليز ايه بيحاولوا للجلايكوجين الفوسفوروليز بي فبيوقف عملية ايش لبريك داون وفي نفس الوقت هو ايش كمان هميلو تأثير على وين يا شباب على الجلايكوجين سنثيز ايش لانه بعملوا دي فوسفوروليشن فبيضل اكتف الالجلايكوجين سنثيز فبينشط ايش الاجلايكوجين سنثيز والشغلة الاخيرة منوائش بيعمل كمان هذا في الدكريزز الفوسفوروليز كيناز الفوسفوروليز بي كيناز اللي هو راح يعمل مين بيأثر على الووقت اللي بوقف الاجلايكوجين بريك داون بنشط القايقوجّين سنتيسيز وبينجط القايقط إليكيليكوليسيز العكس تماماً إذا كان مستوى القلوكوز منخفض يتفرز القلوكاجون من خلال كسكات تبعه يتفرز الساكلي كمB الساكلي كمB إيش رح تعمل يا شباب رح تنشط من campeني كاينيز لو ساكلي كمB شو رح يعمل هذا رح يزيد نشاط من فوسفيروليز في كاينيز رح يعمل فوسفيروليشن لقلوكcient Governor فبينجئل في نفس الوقت راح يعمل فوسفر ليش اللامين للجلايكوجين سنتيز فبيقلل نشاطه فبتوقف الجلايكوجين سنتيز وايضاً له تأثير على مين يا شباب هذا البروتين كانيز ايه على الانزايمز المسؤولة عن مين عن تصنيع الفركتوز 2-6-bisphosphate وهي الregulatory factor بين الجلايكولاسيز والجلوكونيوجينيز فشو بيعمل بيقلل نشاط البي اف كي 2 وبزيد الاش فوسفاتيز 2 يعني ايش بيقلل تركيز الفركتوز 2-6-bisphosphate صح؟ لما بيقل هذا مباشر هذا بيثبط مين لما يقل اللي هو الستيركفكتور عمين على البي اف كي 1 يبعت مين لجلايكولاسيز فالجلايكولاسيز بتقل تمام يا شباب ايضاً البروتين كاينيز ايه لما يزيد تركيزه بروح بيأثر على مين يا شباب على صاحبنا وحبيبنا مين البايروفيت كاينيز لما بيعملوا فوسفوليشن بتتذكر بروفيت كاينيز نكتبهن بالليفر اوكي مهمش شباب ايش ماله راح يصيله ايش فوسفوليشن يتحول الى الني اكتف فورم فبتوقف لجلايكولاسيز تمام يا طيبين هذا الكلام ما فيه جديد سلايد آخر معلومة الكنترول في كاربوهايدرات متابوليزم الليفر في المسل في الاكسرسايز هذا السلايد كمان سبق شرحنا ده بتذكرين لما كنا بنحكي على الجلايكولاسيز بلوكونيوجيليسيز عندك 2 هورمونز بلعبوه اوكي راح نعمل فيهاي اللاحظة في السكيلتال المسل ديفرز فرام ليفر في ايش اولا اكتف جلايكوجين نولاسيز تحلل اوكي ديورين فيجرس مسل مسل يوز اتس سوري جلايكوجين لامين ور اتس اون نين هاي اول فرق انه الجلايكوجين الموجود في العضلات هو اللي خدمة العضلات فقط بينما الليفر هو اللي راح يخدم الخلايا الثانية ثانيا الاكتف جلايكولاسيز دورين فيجرس كونتراكشن مسل اندرغوز فيري لارش ديماند في اي توي بي طبعا صح دقاقة عالية فبالتالي ايش تشغل جلايكولاسيز بينما في الكابت ايش معنا حكينا بنوقف جلايكولاسيز وبنعمل ايش بنعمل شفتنج في انيرجي على الفاتي اسد ثلاث في العضلات ما في تصنيع لمين للجلوكوز في ذلك اللي بتكون عندك مين في اللاكتات اللاكتات وين بروح على الكبد من خلال الكوري سايكل اوكي لانه العضلات ما عندها الانزيمز الخاصة بمين بالجلوكونيو جينيزز بينما الكبد عندها ثلاث بروقات رئيسية فلو شفت انت في الاسكريلت المسل اللي في عندك وفي الكبد في عندك انزيمين مهمين في حال نقص الكلوكوز مين هم الكلوكوز والإبنفرن الكلوكوز مش طلع الليفر والإبنفرن مش طلع الليفر وعلى المسل فلو الكلوكوز يشتغل في الليفر شو بدي يسوي بيحفز تكسير لجلايكوجين بيزيد انتاج ايش الكلوكوز سيكس فوسفيت عم طريق السيكس فوسفيت ايش مالو بتحول لجلوكوز وبيطلع على الدم او ايش كمال مش قوة تكسير لجلايكوجين ايها اوكي بيندج لجلوكوز سيكس فوسفيت بس هذا لجلوكوز سيكس فوسفيت وين راح يروح يا طيبين هاي ريبت اللي راح يدخل مين لجلايكوليس فبنشط لجلايكوليس والعضلات ما عندها لجلوكو ايوجينيس اوكي يا طيبين هذا الكنترول تامين للكربوهايدرات ميتابوليزم الليفر مقارنة مع العضلات ما اني مشيت بسرعة بس هذا الكلام خلال المحاضرة مبارع اليوم عندنا اكثر من مرة فانفيش اشي جديد يعني رضيح وهذا سلايد بالذات كان ارمح احد عنده اي سؤال طيب we'll turn to the next lecture ان شاء الله بس نفتح الفايل ان شاء الله بسم الله انا راح ارجع لكم بس نصدقيق اللي بسم الله اشتركوا في القناة اللي بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لديهم الآن موضوع الكلام على الليبيت فالليبيت الستركتورز and functions نلاحظوا بالكلام على الكلايكوجين أنهينا الكلام على الكربوهايدرية يتابوليزم كامل راح نبدأ الآن الكلام على الليبيت الستركتور هو ثاني نبدأين البروتين بالأخص وعندين الكربوهايدرية وهيه اللي بننا نيجي على من؟ على الليبيت راح يضل فيه شوية على البروتين هو على حماض الأمينية بعد الليبيت سننرجع بهم إن شاء الله رب العالم LIBID STRUCTURE AND FUNCTION LEARNING OUTCOMES AT THIS STRUCTURE STUDENTS SHOULD BE ABLE TO DESCRIBE THE BIOLOGICAL RULES LLIBIDS البيولوجيكال RULES LSTORAGE LIBIDS إيش هما LSTUCTURE والبروبراتيز والMEMBRAINE LIBIDS إيش هما LSTUCTURE والبروبراتيز سابقا SIGNALING LIBID برضو LSTUCTURE والبروبراتيز يعني هون راح نتذكر كلها STRUCTURE مع LFUNCTION تمام؟ المعلومات أيضا كمان معادة هاد SLIDE ما تخاف منه هاد بس يعني مدخل للكل بوريك البروبراتي في الSTRUCTURE في الدمون شوف هاد فاتي أسد في تركيبه هاد TRIGLYCEROLE هاد SPHINGOLIBID شوف هاد السيرويتز تمام؟ وهذا عبارة عن إيش؟ SIGNALING شوف هاد ذولا فالمجموعات اللي راح نحكي إيش هما LBIDS IN GENERAL يا شباب The LBIDS they are organic molecules that characterized by what? Low solubility in water اللي ذي are relatively hydrophobic زي ما انت شايف أمامك LSTUCTURE اللي انت شايفها بتعرفك إنه في عندك إيش؟ في عندك diversity عالية في مين؟ في LIBID STRUCTURE وكيفي منها أكثر من نوع نحن نحكي عليهم إن شاء الله Sunbiological function المفروض لكل اللي بيعرف هذا الكلام Storage of energy كلنا المصدر الثاني اللي بيعطينا حوالي 30% من طاقت الجسم هو مين؟ هون؟ دوون تخزان ع شكل TRIGLYCEROLE زي ما راح نشوفهم إن شاء الله الممبرين STRUCTURE كلنا بيعرف إنه الممبرين تبعنا إيش؟ LIBID BY LAYER يعملون كفاكتور فور إنزيم تتذكر حكينا فيتامين كي مهم جدا للبلود قوت وفي عندك حكينا المحارضة قبل الماضي عن مين لما كنا بنحكي على الالكترون ترانسبورت الكونزيم كيو طح؟ اللي هو عبارة عن يوبكوينون إشماله اللي هو مهم جدا في عملية ATP synthesis فهو من الليبن سيجنالين موليكوين الستيرويد زي الهرمون الهرمونات وكي أكت والوفر زباضي الفيتامين A والفيتامين D they are هرمون ايضا تتذكر فيتامين D ترك as antioxidant it's lipid major هذي بعض وظائف الليبتس المخلور كل عارفها ما فيها جديد الclassification of lipids there are two majors أو two major categories based on the structure and function إيش هما؟ عندك أول شي اللي هو الcomplex lipid اللي هو الدهون التي تحتوي فاتي assets بنسميها complex lipids نعم؟ وهذه تقسم إلى مجموعتين مجموعة الأولى storage lipids اللي هما try acid glycerol اللي أنواعها المختلفة والmembrane lipids اللي هي فيها نوعين اللي هما sphingo lipids والglyco lipids واضح؟ هلا النوع second category اللي هو من اللي بسميهم عادة simple lipids اللي هما هيش؟ they are lipids بتشملهم يا شباب they do not contains any fatty acids زي من؟ الكوليستيرول والفايتاميز والغير هاي ما فيها fatty acids أوكي طيبين هاي هم هلا بنا نحكى عليهم شوف الفيجر هاي وما تخاف منها الفيجر هاي بتلخص لك cholesterol بس تخلص المحاضرة ارجع شوف حالك هنا شايف؟ تقسم اللي بد إلى نوعين استوريج lipids هذا كلها عبارة عن دهون فيها ايش؟ اللي هي الكمبليكس هاي الكمبليكس lipids اوكي شباب؟ تمام؟ الكمبليكس lipids تقسم اللي نوعين استوريج lipids حكينا وايش كمان؟ والممبرين lipids صح؟ استوريج lipids هو نوع واحد اللي هو ايش؟ التراي أسل إجليسيرولز أو بنسميه تراي إجليسيرولز أو اللي هو تي جي تمام؟ كيف الاختصار؟ تراي أسل إجليسيرولز acă اما تيت ترى إجليسيرولر هو تنتيمة أو تي جي في تراي جليسيرولز أتستعملون على تراي أسل إجليسيرولح لانا نستخدم هناك لها استخدامنا critiqu managers اشخص butcher او مكوّن من جزئirar واربوط معه 3 fatty acids هلى بيختلف أنواع ترى إجليسيرولز بيختلف إهش يا شباب 4 fatty acids لأنه الإجليسيرول ثابت ثلاث كربونات بيتبط عليها 3 fatty acids شو حطيت أنواع الفاتية 6 بأعطيك أنواع النوع الثاني اللي هو من الميزر يبتس اللي هي تكون بولر الفرق الثاني إنه اللي هي تراي أسل إليس أروس إتس نان بولر إتس نان بولر في المقابل عند الممبرين لليبت ذي أر بولر مكونين من جزئين جزء نان بولر جزء بولر فعن دهم بولاريتي مقصمة إلى قسمان زي بحكيت قبل شوي الفوسفو ليبيتس وا relatable اوكي الفوسفولبتز عندünüz弄 مع اصفلسفителя لاحظاً فوسفولبتز هاي مقسمة قسمين القسم الأول اسمه مثالالوزفولبت والذهب الثانى اللي اسم هذا فولبتز أيضاً عندها الغاث czę لو تباح غليسيرول المربوطة عليها مربوطة 2 fat assets بس على الكربونة الثالثة مش مربوطة какالجلسرول مربوطة نجموعة فوسفيل وهذا فوسفيل جروب وعلى الفوسفاتيك جروبي برتبط مركبات أخرى لالكوحولز فشو بتغير في هذا المركب؟ شو بتغير في الفاتي أسد؟ رح يعطيك الأنواع المختلفة من الجليسار وفوسفوليبيتس أما السفينجوليبيتس ما عندهم إجليسارول يا شباب اللي موجود هنا عندهم مركب ثاني اسمه سفينجوليبيتس هلأ بنحكي عليه كلمتين من الكوحول موليكل مربوط عليه على الكربونة الثانية الفاتي أسد مش على الكربونة الثانية بلاش نحكي عليه آسف مش على الكربونة الثانية كان اللي هي تعادل للكربونة الثانية خلنا نحكي في عندك فاتي أسد وأيضا مربوط عليه فوسفيت وعلى الفوسفيت مربوط مركبات معين ميجر لي مركب معين اسمه الكولين سفينجوليبيتس كوي؟ بنجي على القسم الآخر من الممبرين ليبيتس اللي هو تلي جلايكوليبيتس بنسمها جلايكوليبيتس يعني فيه كاربوهايدريت ارتبطت مع مين؟ مع ليبيتس تمام؟ برضو قسمين سفينجوليبيتس و جلايكوليبيتس ليسالفوليبيتس السفينجوليبيتس نفس المركب السابق سفينجوليبيتس وفاتي أسد في النص بس ما كان الفوسفيت جروب شو فيه عندي مونوساكرايت أو ليجوساكرايت سبير طبق نفس السابق هذا وهذا واحد الفرق بينهم ايش؟ على الكربون هنا بدل الفوسفيت والكولين هنا في عندك ايش؟ كاربوهايدريت ليجوليبيتس أو مونوساكرايت ليجوساكرايت أسد أما الجالاكتوليبتس فهي فاتي أسد عنده نفسه هذا نفس الفاتي أسدس نفس عفواً ترايس الجليسارول ولكن في اختلاف وين على الكربون الثالثة لاحظ إيش في عندك؟ الجليسارول عليه فاتي أسد الكربون الأولى وعالثانية عالثالثة إيش في عندك؟ مونوساكرايد أو دايساكرايد والمونوساكرايد أو الدايساكرايد هادال إيش مارهن يا شباب؟ ربوط عليهم صالفاتي جروفة بسميهم الصالف واليبتس واضح هذه الأنواع المختلفة من حبيبنا مين الكمبلكس الامدر طبعاً هذه الفيجر بتلخصها كل المراكبات يعني إحنا في الشرح الجاي ما رح نخرج عن هذا النطاق إلا بمجموع بس كلمتين كلمتين على المراكبات المختلفة نبدأ بالفاتي أسدس جالاكتول لأنها جالاكتوز يا أبني لأنه الشجر اللي عليها جالاكتوز مش جلوكوز ولا فراكتوز ولا إشي أوكي طيبين نيجي على الفاتي أسدس الفاتي أسدس يعني إيش هم عبارة عن مركب كربوني ينتهب إيش بكاربوكسي لكي دروب they are كاربوكسي لكي with hydrocarbon chel إذن عنده hydrocarbon chel ذيل أو سلسلة من الhydrocarbons شو يعني hydrocarbons يا شباب؟ يعني كربون مع هيدروجين يعني يبدأ بCH3 بعدين CH2 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 وآخر كربونه شو بتكون CW bond OOH اللي هي كاربوكسي لكي دروب عدد الكاربونات يتروح من ما بين 4 إلى 36 naturally most of the fatty acids they are what even number يعني عدد الكاربونات إيش زوجي ما فيش بنطاع نده من 4 4, 6, 8, 10, 12 إلى 36 أيضا mostly in nature they are what unbranched linear بيكون أوكي معنى ذلك أنه في عندي odd number في الطبيعة وفي عندي branched fatty acids ولكن majorly الموجودين من الeven والunbranched تقسم أيضا الأحماض النهونية حسب التركيب تباح إلى نوعين نوع بنسمي saturated اللي هي المشبعة إيش يعني مشبعة؟ يعني عندها العدد الكامل من الهايدروجين بمعنى آخر إيش؟ كل البونتز تباحها single bonds ما عندها ولا double bond between الكاربونز يعني كلها C, 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 C single bond, single bond, single bond, single bond, single bond إلى آخرين النوع الثاني هو بنسميه unsaturated unsaturated يعني عندها double bonds الآن الunsaturated تقسم قسمين القسم الأول بنسميه mono saturated يعني عنده one double bond between الكاربونز الالكلتين تبعه أوكي أو polyunsaturated البولي معنى عديد يعني عنده إيش؟ الثاني أو أكثر من الضبل bonds في الستركتر فزي ما أنت شايف هذا الستركتر لفاتي أسيد هذا الستركتر لفاتي أسيد اللي هو الساتشوريتد هذا أوكي وهذا الستركتر إيش هو؟ اللي هو المونو انساتشوريتد هاي شايف عنده one double bond أوكي طيبين هذه الهايدرو كاربون تيل هيا هنا أو هنا تلاحظ وهي الكاربوكسيليكي جروب موجودة على الرأس اللي هي بتعطيه شوية تبولاتي واضح يا طيبين هذا الستركتر العام لفاتي أسيد بس نتغير عدد الكاربونز نتغير الأنواع المختلفة من مين؟ الفاتي أسيد أو بتغير إيش؟ الضبل بونز إما مكانها أو عددها شوف الفاتي أسيد التسميات naming of fatty acids is based on number of carbons كيف بتعد الكاربونات؟ هل العدل الكاربونات يا شباب إما بتبدأ من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين يعني من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين ترسل بالفاتي أسيد زي ما أنت شايف يعني بتبدأ العدد إما بتبدأ من عند الكاربوكسيليكي جروب وبتعتبر الكاربون هذ هي رقم واحد عليها double bond O-O-H هاي هالكاربون رقم واحد وبتعد الباقي أوكي؟ التسمية الثانية هي بنبدأ من الكاربون رقم اثنين وبنسميها إيش يا شباب ألفا وبنكمل بيتا غاما دلتا سيق إلى آخرين إيش؟ على اعتبار أنه اعتبرنا هاي المجموع الكاربوكسيليكي جروب مضافة على الالكيل تيل أوكي؟ على الهايدرو كاربون تيل أو تشين فاضح يا شباب؟ هذه هي لاحظ هذا الاسم فكل الحامض أمينه عنده systemic name وعنده إيش common name systemic name اللي هو حسب السيسم اللي انت تعلمتوا كيف تسموه مثلا شو معنى هذا الرقم 16 شو بتسمو النقطين هذول فقباط بالانجليز أنا ما بعرف يعني كنت بعرف ونسيت والله نسيت شوه لاحظ 16 two dots zero شو معنى هذا الرقم؟ جبناه في الامتحان سابقا للشباب الطيبة يعني طبعا الرقم ينجيب معناها إيش؟ إنه هذا حامض دهني مكون من colon أيوة colon colon 16 colon zero شو معناها؟ معناها إنه fatty acid composed of 16 carbon with no double bond يعني هذا saturated fatty acid تمام؟ 16 اللي هي هي hexa decanoic acid لا حماض الدنيا عادة noic acid بنحط هنا noic acid ok noic ok فهذا systematic name طبعا احنا ما رح نجيب لك سمي بس ممكن نجيب لك هاي الصيغة ونسألك عليها ok شو هذا ok ما رح نجيب لك مثلا hexa denoic acid هذا يلا عملي شو الصيغة تبعته كمان ما تفعل لك أو chanetic acid حسب اللوكيشن ايضا اللي هما unsaturated لاحظ الاسم اللي تحت هذا لو سمح 15 colon 1 delta 9 شو معناها معناها انه this is fatty acid composed of 15 carbon with one double bond موجودة على الكربون رقم 9 يعني بين 10 معنا ذلك this is unsaturated fatty acid اسمه cis 9 octa decanolic acid هذا system يتبعه فبعا هذا هي system يتبعه ولكم ان هو l-h-acid وضعه يا شباب هلا الفاتي اسد هذا لو كانت delta 11 تغير صار فاتي اسد ثاني لانو double bond صارت مثلا هنا لاحظ double bond تكون natural هي cis هلا بنرجع نحكي هذا طيب في تسمية اخرى ايضا او ترقيم اخر لمين الفاتي اسد بس اي فاتي اسد اللي هما poly unsaturated fatty اسد poly poly unsaturated fatty اسد ايش هما poly unsaturated fatty اسد يا شباب اللي هم عبارة عن فاتي اسد فيهم اتنين او اكثر من double bonds تمام شو عملنا تسمية لهم يا شباب يجينا على الطرف الاخر مش بنعدي لها من واحد لعشرين كارغونا سمينا الكارغونا رقم عشرين اوميجا ون دينا الرقم من وين من عند الكارغونا الاخير عشرين سميناها اوميجا ون اوميجا اوميجا essential nutrients ايش يعني essential nutrients يعني the body cannot synthesize them human eat them but cannot synthesize فالتالي لازم نتناولهم نتناولهم مع الطعام عندك ال-ala وال-dha وال-epa ايش هم هذولا هذول انواع من اوميجا فاتي اصيد اوكي يا شباب بدي تقعرفوا لي ايش هم هاي واحد اول واحد معروف شافين الكوزة بنت نويج اصيد اللي هي ال-epa ايش هم هذولا اذا ما مروا بس طلعوا الاختصار تباحهم اتكلك اوكي وللامتحان بنجيب لك ايهم مع الاختصار تباحهم عشان بس ما نزعجكش انا اذا جبناهم هلا نرجع للموضوع ببدأ الترقيم من الجهة الثانية تمينا الكربونا رقم 20 صار اسمها اوميجا 1 19 اوميجا 2 بالعكس تمام وبنبدأ نعد فلما نعد اوميجا 1 لانهم موجودين بعائلتين العائلة الاولى بنسمها اوميجا 3 فاتي اسدس العائلة الثانية بنسمها اوميجا 6 شو معناها معناها انه اول دبل بوند من الجهة الثانية من عند الاميجا تكون موجودة بين الكربونا ثلاث واربعة فاسمها اوميجا 3 هذي family يا شباب بينما اوميجا 6 اول كربونا فيها دبل بوند بين جايا بين 6 و 7 اللي هما يعني حسب الترقيم حسب العدد يعني من الاميجا اوميجا 1 2 3 4 5 6 هاي اوميجا 6 اوكي طيبين تمام اذا عندك اوميجا 3 هاي اوميجا هاي الصيغة اوميجا 3 فاتي اسد بي يو اف اي اس شو مختصار ايش هذي يا شباب بولي انساتوريتد فاتي اسد بولي انساتوريتد فاتي اسد شايف والدبل بوند اتوان اوميجا 3 اما الاميجا 6 فاميلي اما ايش اول موجودة بين اوميجا 6 والاميجا 7 شوف لي هذي التسمية لو سمحت هذا اللي هو الايكا اوكي كوزا بنتانوميك اسد لاحظ 20 كولون 5 دلتا 5 8 11 14 17 شو معناها لو جاك في الامتحان it is polyunsaturated fatty acids بالزبط في الاميجا بنعد بالعكس بدأ من اليمين تسمية اخرى هذي اللي هي الاميجا خاصة بالاميجا بخاصة بالpolyunsaturated fatty acids وبطلع عندك يا شباب ايش بطلع عندك تسمية ثانية فقط خاصة بالاميجا اوكي بالعائلة اللي هو عائلتين اوميجا 3 واميجا 6 اوكي طيبين فلو شفت هذا مكون polyunsaturated لاحظ حامض دهني فاتي acid كومبوسوف 20 كاربون عنده 5 double points اوكي شباب نحض دلتا 5 هذا بنحكي عالسيستيميك نيم السيستيميك نيم ترجع ترقم من 1 لعشرين عادي بدون اوميجا هسه وانا ما حكينا اوميجا واضح وانا سميناه بالسيستيميك نيم اول ضبل بون عنده بين كاربون خمسة وستة والثانية على ثمانية والثالث والرابعة على أربعة والأخيرة على سبعتاش تمام هذا اسمه ايش يا شباب اسمه ايكوزا بنتا نويك اسيد الوهذا السيستيميك نيم تابعه اوكي اللي هو الاميجا ثري فاتي اسيد واضح الاميجا سيكس زي ما انت شايف هنا هذا هو صاحبنا هذا لو عديت عدد الكاربون تعد الكاربون بس المحضوط هيك الشكل واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد 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 تلاش تلاش اربطاش اربطاش امسطاش ستاش سباتاش تمنطاش بحيطلع عندك اتين كالون دو تلتة ناين تولف اللي هو عبارة عن فاتي اسيد مكون من تمنطاشر كاربون عنده ايش هما عالكاربون تسعة وعالكاربون اتناعش وهو اوميجا سيكس واضح فاتي اسيد هذا الفرق بينهم طيب يجي على بعض خصائص الأحماض الدنيا لا ما في اوميجا ناين يا ابني الاميجا اللي بيسأل تشكندي ما في اوميجا هما يا اوميجا يا ثري يا سيكس لما حكينا انتبه الاميجا الترقيم من الجهة الثانية العكسية اوكي في غير لا ما في اوميجا ثري واميجا سيكس اوكي يا شباب او على الاقل هذا اللي احنا بنحكي فيه الان ومنهم بتيجي الأحماض الدهنية الاخرى يعني هل اذا في اوميجا غير هيك ما وصلني يعني هذا العلم او انا ما قرأت في الموضوع حتى تكون امين في النقل اللي موجود في كتب حتى الان حسب علمي هو اوميجا ثري والاميجا سيكس اذا العلم نطلع اش جديد يعني بس باتوقع اذا بدي يكون اوميجا ناين غالبا بدي يكون بس ما في اوميجا ناين بس عشان تكون عارفين هلا في سبب لعدم وجودهم عدد موجودهم وين يعني للانسان معنى الانزائب زي اللي بتصنح معنى ما عنا ميكانيزم تصنعهم ما عنا ميكانيزم تصنع هاي الاميجا ثري والاميجا سيكس اوكي يا شباب حكينا لكم الترقيم والتسمية اما بالرقم اول شي من الكربونا الكاربوكسي اللي بنعتبرها الكربونا واحد وعد وهذا اللي هو في ترقيم ثاني بنبدأ من الكربونا الثاني وبنسميها الف بيتا قانا خلصنا في ترقيم ثالث بس هذا خاص ثري واميجا سيكس انك تبدأ الترقيم بالعكس من عند الكربونا مثلا عشرين الكربونا رقم واحد بس يجب بنسميها اوميجا وان اوميجا تو اوميجا ثري فقط لا غير اوكي طيبين او يرضى عليكم الخاصيتين للأحماض الدونية بالنسبة للسولابيلي لاحظ باختصار كل ما زاد عدد الكربونات كل مقلة الذائبية تمام واضح اكيد يا طيبين هذا الانساتشوريت الفاتي أسد الانساتشوريت الفاتي أسد كل ما زاد عدد الدميل بونت كل مكان ايش صار صلب الاكثر واضح خلنحكي هيك تمام بس بس انا مش كاتبين على هاي النقطة ومش حاكين فيها ليش لانه اجمالا الانساتشوريت تفاتي أسد هما لانه بيكون موجودين في الزيوت المائعة مش موجود في الدميل الصلبة عشانك ما حكين على الموضوع انو الذائبية بتزيد كل ما زاد ضد البونت لانه اجمالا كلهم ذائبين تمام لانه غالبا موجودين وين في الزيوت مثلا النباتية زيت زيتون زيت الضرل هي زيوت موجود على شكل دهون تروح تشتري سنام جمال او كذا يعني على الارجاح الموجود هناك ساتشوريت واضح فالسولابيليتي دي كريز دي تشين لنكس انكريز واضح كل ما زاد حجم صاحبنا الفاتي أسد كل ما زاد ايش كل ما قلت الذائبية في المقابل ملكينك بتلاحظ كل ما زاد تشايف دي كريز دي تشين كل ما قل عدد الكربونات كل ما قلت ايش الملكينك بوين نفس كل ما زاد عدد الكربونات بزيد الملكينك بوين اذا كان بنصير عالمية عدد الني الا لاحظ في الـ unsaturated fatty acids إذن مين اللي إلهم أعلى في الـ unsaturated مين اللي إلهم أعلى melting point مين هما اللي هما عادي يكتب اللي هما المونون لا يا ابن هلا خليك ابن المشفى الله يرضو عليك يا جوابت غلط يا تشقندي أولا المشفى إلها melting point أعلى من السaturated إلها melting point أعلى من الـ unsaturated مين اللي إلها أقل melting point هما المونو unsaturated ولا أعلى melting point إلها كل ما زاد عدد الـ double bond كل ما قلت مين double bond فيعني إذا جاك توفاتي أسدس واحد فيه عشرين عفوا فيه two double bonds والثلاني نفسه بس فيه عنده ثلاثة double bonds مين إله melting point أعلى الفاتي أسد مين هو اللي عنده two double bonds المزاد عدد الـ double bonds كل الملتينج بوينت يعني بزيد الذائبية المقابل شوف هذا عندك بس يعني الدقسيم وش إنه للحفظ يعني بس عشان تعرف منه المعلومة العامة إنه نحض نسبة الفاتي أسدس انتوتل إلي بالأخضر اللي هما إيش هدولا الـ unsaturated fatty acids فلاحظ في الـ olive oil اللي هما liquid oils نسبة الـ unsaturated fatty acids عالية كثير مقارنة مع الساتشوريت اللي هما لونهم سكني وأصفر بينما لو رحت على البتر والـ soft solid لاحظ نسبة الساتشوريت اللي هم من 4 إلى 14 ومن 16 إلى 18 أعلى من نسبة مين الـ unsaturated تمام؟ لو رحت على الـ beef fat نفس الشي رح تلاحظ إنه نسبة الـ saturated أعلى من الـ unsaturated بما أنه نسبة الساتشوريت أعلى لاحظ في الـ soft solid أو في البتر أو في الـ beef أوكي اللي هما الـ hard solid لاحظ نسبة الساتشوريت أعلى هما ذي أروات اسمهم solid شايف؟ solid بينما اللي فيه نسبة unsaturated أعلى شو بيكون؟ اتذكر المعلومة هاي بس مش ضرور نحفظ الأرقام الـ confirmation of the fat acids زي ما حكينا قبل شوي الفاتي أسد إما saturated وإما unsaturated نعم بتزيد الذائبية ولكن جانرال زي ما حكيت لك قبل شوي أنا بما أنه unsaturated فهو بذوب تمام؟ فخلص بما أنه ذائب خلاص يعني ما في جداعي نقول لك والله كل ما زادت الضبل بتزيد الذائبية لأنه سواء في زيت الزيتون غني بالmono أو في البولي unsaturated تمام؟ هو ذائب زيت اسمه زيت هيا ذائب وكي يا شباب هلا تتذكر شو حكينا قبل شوي فيه saturated وunsaturated بأنهم saturated وكل البونت إيش ما لسنجل بونت إذن رح يكون إيش extended shape رح يكون قط مستقيم خلينا حكيت صح ولا لا؟ لأنه C مربوطة مع C مع C مع C إلى آخر تمام؟ رح يكون extended فالsaturated حين إنتوا بيأدبنا extended confirmation تمام؟ بينما وجود الدبل بونت الدبل بونت النية يا شباب موجودة بالsys configuration طبعا فيه trans بما أنه في عندك double bond إذا كانت شكل السys إيش رح تعمل يا شباب؟ رح تعمل إن حناء أو ثني في من في الستركتر رح تعمل كينج أو بنت ما أنت شايف هنا ما بيكون شكل extended واضح طيبين هذه ده كانت sys أوكي؟ واضح يعني كشكل الستركتر هذا شو بيأثر؟ بما أنهم extended للساتشوريت لما تحطهم جنب بعض إيش مالهم؟ رح يترتبوا يرتصوا على بعض فبصير شكل الستركتر قوي صح أو لا؟ لذلك هم بيكونوا solid بينما لو خدت ميكسشور من ساتشوريت وأن ساتشوريت مع بعض الصورة الثانية هنا لاحظ ما رح يكون الستركتر مرصوص على بعض ليش؟ لأنه عندك إيش؟ sys configuration للدبل بون تبعت unsaturated هذا ما احني للشمال هذا ما عمول له كينك لليمين هذا للأمام هذا للخلف صح بالتالي ما رح يترك بالمصطلح نرصهم على بعض فالستركتر تبعهم يكون إيش ما له؟ مقارنة مع الستركتر تبع الساتشوريت فاتي أسد فاضح؟ إذن الساتشوريت فاتي أسد سباك أوكي لأنه بترتبوا صح ولا لا جم بعض خطوط مستقيمة يعني أنت بترتبهم يعني اللي فيه انثناءات ما رح يترتب معك هي فاربال انتر اكشن تبعهم أوكي شباب لما الانساتشوريت اللي هم السيس فاتي أسد ليش؟ بنركز لنضل نحكي السيس لأنه فيه فاتي أسد زي ما رح نحكي بعد الانساتشوريت السفاتي أسد باك لس أوردر لي ليش؟ زي ما حكينا قبل شوية بجود سبب وجود هاي الكينكس المختلفة زي ما انت شايف هذا للشمال هذا لليمين هذا رايح فوه للأمام هذا للخلف وما إلى ذلك فهما لس إكسسنسيب ثرابل انتر اكشن سو تيكس لس تيرمال انيرجي تسربت صح ولا لا مين يعني لو بتعرضهم للحرارة مين بتكسر أسرع الويل باك ولا الليس باك تكيد الليس باك هذا بتحطم ويخرب بسرعة مقارنة مع الويل إذن إكسس لس سيرمال انيرجي تسربت disorder packing of unsaturated فاتي أسد مبارك مع الساتشوريت التالي الانساتشوريت السفاتي أسد سهب لور ملتين بوين هاي حكينا لك مره ثانية هل في عندي trans fatty acids في trans fatty acids trans fatty acids لاحظ form by partial انتبه مع الله يرضى عليك هاي المكتوب هندي hydrogenation صح لا هي hydrogenation شيل D سيت أنا شيلها أسف أوكي فهي hydrogenation partial hydrogenation الهدرجة واضح يا شباب clear لو سمحتوا اشطب هذي ال D ال D E سيت أنا سبحان الله من الفصل الواضح نسينا نشيلها سيت سابحون عليها اوكي اشطب ال D فهي partially hydrogenation of unsaturated fatty acids هلا يا شباب تتذكر شو حكيت بسلايد هذا قلنا لك انه ثانية اسراب اسرع من هذا صح ولا لا بالتالي ان لما بدي تخدم الزيوت للأكل للشرب للقلب الشغلة الثانية بما انه هذا يعني مقارنة مع هذا فهذا سهل انه يخرب يسيل له اكسدا يسيل له damage فلما بحاول الى saturated انا بحميه وبعطيه عمر اطول فشو الغاية او شو بدي اعمل عشان احافظ على هذا النوع من الزيوت اني اعمل احاول من unsaturated الى saturated تمام اوكي ف trans fatty acids نتيجة عملية البارش الهايدروجين اشن انا بعمل عملية هدرجة وضيف الهايدروجين على الانسaturated فاتي اكسر من الدبل وحولها الى سينجل بوند وخليه فولي الهايدروجين اوكي الهايدروجين تمزكون على الكربون كلها سينجل بوند اوكي شو لش بنعمل هذا الكلام كما حكيت لك done to increase shelf life for stability of the at high temperature of oils used for especially لالكوكي especially لل deep frying ماضح حتى طول عمرها خليه تتحمل حرارة اكثر لاحظ trans double bond allows to adopt extended هلا شوف تتذكر هذا كان وين هذا بالسس لانو double bond عملت هيك هلا بالترانس راح يضل ايش يا شباب extended للأمام لأمام لاحظ واحدة تتكون للاعلى الاسفل فرح يضل ماشي as if it is extended as if it is similar to saturated اذا trans double bond في ال structure اشملها تعطيك extended confirmation زي saturated تمام الترانس fat assets can back more regularly بمعنها تعطيك نفس اللي هي extended confirmation فرح يصل لها back in gage regularly and show higher melting point than الس كمان شاء اوكي طيبين لكن للأسف الشديد كيف بنحكي على trans fatty acids للأسف الشديد وجدت الابحاث طبعا هذا الكلام مثبت علميا انه it increases the risk of what cardiovascular disease واضح تزيد احتمالية الاصابة بأمراض القلب والشرائين avoid deep frying partially hydrogenated vegetable oils حاول القدر المستطاع تجنب ايش زيوت المهدرجة يعني لما تشتري حاول يكون مش مهدرجة لانه بيكون فيه معها ايش trans حاول نقلل اشبت الترانس بالأغذية اوكي يا شباب يا شباب الفرق في الـ 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 بينما الترانس لا راح تعطيك extended راح تضل خط مستقيم التركيب نحو نوعا ما فبعنه مستقيم لو تجي راح يكون التركيب اقوى من من الس لذلك لهم melting point اعلى من الس بس تمام من وين بتنشأ هاي افهم عي الله يرضي عليك شوف السلايد هذا شوف راح ينقل صاحبنا ايو اجه ارجع لا اخذ شوف هاي هذا سس فاتي اسد اوكي بدنا نفاعله بيتفاعل معين الهو الهدرجة عشان نضيف الهيدرجين اوكي شباب راح يعطيك ايش بتحول الى saturated اصرنا الهدرجة وهذا اللي احنا بدنا اياه للأسف الشديد راح يعطيك اشكال من الترانس اكثر من شكل من الترانس اللي هما unwanted اذا دوري بارش الهيدرجين اوكي شباب سم موليكيلز جيت هيدرجين ايش جيت كومبيرت تو او موليكيلز دبل بوند يت شفت تو ديفرنت كاربون يعني الدبل بوند بدلا ما كانت بين كاربون مثلا خمسة وستة صارت بين مين ومين بين سبعة وثمانية وهكذا او انه نفسها بس تحولت نسيس للترانس شوف هنا هذا الجدول مش الحفظ ما تخاف منه نسبة ايش الفاتي السيد الموجودة في بعض المأكلات الواجبات السريعة شوف عندك الفرنش فرايز كم النسبة اللي يرضى عليك في السيرفينج اللي بلي جرام بطلع عندك 28-36% من ايش بتكون ترانس راح مضى الدهنية تمام شوف مثلا ايش هذا دونات نسمي مش دونات هذا احض من الرقم 25 تبقوا البيتزا يعني ما شاء ما يخبز ما شاء الله البيتزا اوكي يا شباب بس انتبه يعني الله يرضو شوف النقيتز كمان بس النقيتز هشوف كم الرقم فيها انتبه والله يرضى عليكم انه يعني المأكلات السريعة والفاست فود تكون غنية بالدهون وخاصة فيها واضح يا طيبين في حد عنده اي سؤال تختفي بهذا القدر اليوم وان شاء الله الاسبوع القادم الاسبوع القادم ان شاء الله نكمل الليبتز نكمل ونبدأ في اللي بعدها ان شاء الله رب العالمين يحد عنده اي سؤال الترانس is not found in nature رايت لا اي قس انه موجودة ولكن مش في تغذياتنا في غذائنا يعني اي تنك انها موجودة في نيتشر ولكن احنا خطورتها جاية لما نعمل عملية الهايدروجينيشي اوكي يا شباب يحد عنده اي سؤال الله يعطيكم العفة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الى الان نستغفرك ونتوب عليك السلام عليكم ورحمة الله